أعرف قوماً دينهم خير ملة به شيدوا الدنيا وللناس أحسنوا وصاغوا لنا مجداً وأرسوا حضارتان وهم علموا الدنيا فنوناً وأتقانوا وهم قدوة للسالكين لربهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحباً بكم مشاهدين الكرام لعدد اليوم رايحين نعيش لحظات مع صحابي جليل من الذين يقربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقر عينه صلى الله عليه وسلم بحراسة هذا الرجل له إنه عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه الجيش يسير يريد غزوة من الغزوات ولم يصل إلى المكان المراضي ولا إلى المحل المبتغى الطريق طويلة وشاقة والغروب قد اقترب فنادى المنادي في الجيش أن أنيخوا نوقكم وأريحوا دوابكم واستريعوا فأناخ القوم نوقهم ونزلوا منازلهم بأحد الشعب يريدون أن يرتاحوا ليجددوا في الغد المسير فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أن من يحرصنا الليلة فقام صاحبنا عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه وسلمان الفارسي رضي الله عن الجميع وكان قد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوع للحراسة هذه الليلة عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه يكلم عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحبه وصديقه وأخوه المقرر فيقول نقتسم الهيل أيهما يريحك يا سلمان تحرص أول الليل وترتاح آخرة أم ترتاح أول الليل وتحرص آخرة قال سلمان الفارسي رضي الله عنه بل أنام أوله وأحرص آخرة نام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كانت ليلة هادئة سماء صافية والهدوء يعم المكهة هفت نفس عباد بن بشر لقراءة القرآن واشتاقت إلى كتاب الله عز وجل ورأى أن يقرأ بعض الآيات وبعض الصور يواسي بها نفسه في هذا الليل الطويل لا تغمض عينه ولا يغمض له جفن ولا يسهى عن حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أمانة قد أمنه بها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فرأى أن يضيف لهذا الخير خيرا آخر وفضلا آخر أن يجمع بين القراءة والصلاة فكبر يصلي صلاة الليل قرأ عباد بن بشر بعض الآيات في سكينة وتدبر وخشوع وهو قائم في هذا الليل والناس نعم حتى ظهر عليه أحد المشركين فرأى عباد بن بشر قائما في الصلاة خاشعا خشوعا تاما ماذا فعل أخذ أحد السهام ووجهها نحو عباد بن بشر رضي الله عنه وأرد فأطلق عليه أحد السهام فأصابه في جسده إصابة بليغة ماذا فعل عباد بن بشر أسقط على ركبتيه أبكى من شدة الألم أصاح وأيقظ الناس انتزع السهم بقوة من جسده أكمل صلاته ثم رماه عدو الله بسهم ثاني فأصابه إصابة أخرى بليغة في كتفه رضي الله عنه وأرضه فانتزعه ثانية وأكمل تلاوته وصلاته إلى أن رماه عدو الله بالسهم الثاني فسقط على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أدخنته الجراح ولم يضيق التحمل فصاح في الناس أن انظروا عدو الله يقول رضي الله عنه وأرضاه فصحت في الناس أن إياكم وفغر المسلمين فقام سلمان الفارسي صاحبه فلما رآهما عدو الله رجلين قائمين حرب وفر من المكان فسأل سلمان صاحبه ما أجبرك يا عباد أن تتحمل كل هذا الألم لو لا أيقتني حينما أصابك الأولى قال كنت أقرأ آية من كتاب الله لم أحب نقطعها كان يعيش حلاوة مع تلك الآية لم تنغصها تلك الضربات لولا أنه سقط على ركبتيه وخاف أن يخون أمانة رسول الله فيصاب الثغر ويصاب المسلمون بسببه لما أيقظ أحدا رجل ثقيل كالجبل يتحمل كل هذا على أن لا يقطع صلاته على أن لا يفقد تلك الحلاوة التي عاشها ولو لرحظات مع آيات من كتاب الله حارس رسول الله الذي تحمل كل هذا الألم نزع السيام لكي يتم صلاته كذبابة على دل جبين فنشى إنه عباد بن بشر عباد بن بشر من الذين شاركوا أيضا بحروب الردة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجا الأعراب وقبائل العربي واليمني واليمامة وتبعوا مسيلمة الكذاب كان من رجال أذيقة الموت نادى عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رفع الصيف في يده وقال أيها الناس لا يؤتى الإسلام من قبلكم فاكسروا أغماد السيوف وسلوها على أعداء الله وخطب في الناس خطوة أججت في قلوبهم الحماسة لنصرة دين الله عز وجل يقول أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه كنت ممن حاضر موقعة اليمامة هنا هجم المسلمون على مسيلمة الكذاب وأتباعه وأشبعوهم من ضرب السيف حتى اضطروهم إلى الهرب إلى داخل الحصن المسمى بحذيقة الموت يقول وأبلى فيها عباد بن بشر بلاء عظيما إنه المشهد الأخير في حياة عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه يرويه لنا صاحبه أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو سعيد في الليلة التي لقينا فيها مسيلمة الكذاب وأتباعه جالست عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه فحدثني عن رؤية رآها تلك الليلة فقال يا أبا سعيد والله قد رأيت فيما يرى النائم أن السماء انفرجت ورفعت فيها ثم أغلقت علي بابها يقول أبو سعيد الخضري فنظرت إليه لا أدري ما أقول ثم تبسم وقال يا أبا سعيد والله إنها الشهادة والله إنها الشهادة إنه الحارس الذي لا يشكل ألم حارس تحمل الألم وهو يقف بين يدي الله عز وجل حتى لا يقطع الحلاوة التي كان فيها اليوم سيغلق الستار على آخر مشهد من حياة عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه فاشتد القتال عند باب حصن اليمامة عند حديقة الموت فاشتد القتال بيننا وبين المرتدين وكاثر الضرب بالسيف حتى قتل عباد بن بشر مقبلا رضي الله عنه وأرضاه فنظرت في جسده فإذا وجهه كثير الضرب بالسيف حتى أنني لم أعرفه سوى بعلامة كانت في جسده رضي الله عنه وأرضاه من أين استمدوا هذه القوة من أين جاءوا بمثل هذه العزيمة إنهم سبكوا من معادن ثمينة رجال كتبوا التاريخ وأرخوا لنا ما نحكيه الآن إنهم القدوة الحقيقية التي خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرعت الرعب بالمشركين وحتى ملوك ذاك الزمان ترى ما الذي كان يحسه عباد بن بشر وهو يصلي تلك الصلاة والسهام تخترق جسده وهو لا يقنهابه ترى ما المقام الذي كان فيه ترى ما الموضع الذي بلغه في تلك الليلة كيف كان يحس وهو يرى السماء تنفرج وهو يرفع فيها ثم يفطن من نومه فرحا ويقول والله إنها الشهادة إنه مقام عظيم لا يبلغه إلا من صدق مع الله فتكون رجلا وتكون قدوة إن أنت اخترت مشاهدين مع قدوة جديدة وعدد جديد نلتقي على خير بإذن الله السوجة وقوما دينهم خير ملة به شيدوا الدنيا وللنس أحسنوا وصاغوا لنا مجدا وأرسوا حضارتان وهم علموا الدنيا فنولا وأتقانوا اشتركوا في القناة